السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترتكم السروة هذه اللي أنها راح يكون فيها تغيير خاصة هذه الليلة وإن شاء الله ليمتلا مجيين مع هذا الرعود هذول اللي راح ان شاء الله نرتقبهم على بعض الولايات الشرقية وعيد الوسطى خاصة السعينية وأيضا المرتفعات قرب السواحي دوكن شوفوا الوضعية الجوية كيف ستكون صابحة هذا الحد هذا بداية هذه الأسبوع إن شاء الله اتراب الجوي نشيط إن شاء الله يكون يهم الولايات الشرقية الغربية حتى الوسطى كذلك مع رعود بعد الأمطار هذه البداية على كل حتى الاتراب الجوي بينما من ولاية تلمسة نحطوا بها حتى الأقصى الجنوبهم من سما صافيا إلى أقلية الغيوم هذه معصمة هذولكم نشوفوا الوضعية كيف تكون خلال الظاهرة لأن الاتراب الجوي سيكون أكثر نشاط خاصة على الولايات الوسطى وأيضا الشرقية حتى بعد المدول الولايات الداخلية من جبل أوراس جبل البابور جبل أطرس البوليدي جرجرة جبل الورسنيس بينما على غرب البلاد غيوم كتفة خاصة من المستغان حتى منطقة بنساف مورنبي وهران وساما مولبدة على بعض المناطق غرب البلاد ساما مولبدة إلى غائمة خاصة على الهضب العليا الوسطى واسم صافيا والدنيا هانية على كل مناطقها على الجنوب الجزائري يكون جزء لدرجة الحرارة مع الاتراب الجوي هذا وطماتيك موكين بولودة لأن الحرارة نتظرها صباحة هذا السبت هذا الحدادة إن شاء الله تكون حوالي 7-8 درجات خاصة من جهة البيض من جهة مشرية عين الصفر الجلفة 8 درجات تيارة مدن تعلق أولاس كذلك 10-15-14-15 على الولايات الساحلية 13 فقط على منطقة جانات 20 بيتين دوف وأضرار 19 بعين صالح وأيضا عنقزام وعين أزوى و20 درجة في منطقة بيبيام برج عباجي مختار نجوزون لدرجة الحرارة خلال الظاهرة إن شاء الله كذلك راح يقدرون نقوله تحت المعدل الفصلي ولا فصلية 19-20 على السواحل ما بين 13-21 درجة على المدن الداخلية والهضب العليا الصحراء البصة 27-28 للواحات كيما ورقل 24 كذلك بالشعر منطقة تين دوف غارج بيلة حاسي منير تاب البالة وحاسي خبي حوالي 30 درجة و31 ببرج باجي مختار وعين قزام وعين أزوى وأباليسا 27 بيجانا 28 بمنطقة طمر راساس خاصة منطقة سرسوف فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحار عموما يكون شو يمهب الخاصة على السواحل الشرقية لأن قوة الرياح المعدلة 40 كم الساعة السواحل الوسطى 20-30 كم الساعة و20-15 كم الساعة على السواحل الغربية وفيما يخص لي تجاه تعريح للسواحل الشرقية شمالية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الوسط وشرقية تماما على السواحل الغربية والرؤية إن شاء الله رضيئة خاصة على السواحل الشرقية والوسطى على سبب السحب السفل والعمطار ومن زوج إلى تلت أميال بحرية على السواحل الغربية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بهذه المعلومات الفلاكية لهذه الأحدة عشر نوفمبر 2024 ربي دون قصدكم ويمناش ترجمة نانسي قنقر